لا جديد في ملف فساد المنافذ الحدودية في العراق بالنسبة لحكومة الكاظم الحالية سوى التصريحات السياسية والإعلامية بدون أي خطوات عملية حتى الآن فبعد ظهوره في منفذ مندلي بمحافظة ديالا وتعهده بالسيطرة على واردات المنفذ ومحاسبة من وصفهم بالأشباح المتورطين بعمليات تهريب السلاح والعملة الأجنبية اتجه الكاظم إلى محافظة البصرة مكررا نفس التعهدات عن فرض السيطرة الحكومية على المنافذ رافقها قرار بإقالة أربعة مدراء عامين ومعاونيهم في ميناء أمقصر تغييرات إدارية وصفت بالشكلية لأنها جاءت دون تحقيق فعلي يجيب على أهم سؤال أين ذهبت أموال منافذ العراق منذ سبعة عشر عاما ما يثير الشكوك أكثر عن جدية الكاظمي في كبح جماح الأحزاب المسيطرة على المنافذ ومحاسبتها هو إيكال مهمة حماية منافذ البصرة لقوات أمنية عسكرية ما يعني بحسب مختصين اعترافا ضمنيا من الكاظمي بسيطرة ميليشيات الأحزاب الفاسدة على تلك المنافذ لا غيرها نبدأ من البصة كذلك ونقول أن القوات التي سوف تحمي هذه المنافذ سوف تكون قوات أمنية عسكرية استعراض إعلامي الهدف منه وفقا لمحللين إرسال رسائل خارجية لا سيما إلى واشنطن ما فادها أن الحكومة تعمل على السيطرة على المنافذ مع إيران وسوريا لإيقاف عمليات التهريب خاصة بعد تركيز وسائل إعلام أمريكية على استمرار سيطرة الميليشيات على منافذ البلاد الشرقية واستخدامها في التهريب من وإلى إيران وباعتراف حكومي وبرلماني معلن تعد منافذ العراق أحد أكبر القطاعات التي ينخر الفساد فيها وهو ما تؤكده لغة الأرقام إذ يصل حجم الهدر المالي في هذا القطاع سنويا إلى ثمانية مليارات دولار ناهيك عن وجود منافذ غير رسمية على طول الحدود الشرقية للعراق تسيطر عليها ميليشيات وتجار ومسؤولون حكوميون